السلام عليكم انفجار هائل داخل ايران وهو غامض في نفس الوقت وليس هناك اي تفسيرات من قبل السلطات الايرانية حول طبيعة ما حدث يوم امس من هذا الانفجار وهذا ما يضع عصابع الاتهام مرة اخرى الى اسرائيل بانها هي قد تكون فعلا خلف هذا الهجوم اذا ما جئنا الى تفاصيل هذا الهجوم هو صار في محافظة في ايران معروفة اسمها محافظة قزوين التي ترونها هنا هي طبعا تقع شمال ايران وتحديدا شمال غرب العاصمة الايرانية طهران وعلى بعد 139 كيلو متر والنقطة اللي صارت بها الهجوم هي هذه النقطة التي ترونها هنا اللي هي طبعا تمثل مدينة صناعية مهمة اسمها مدينة حيدرية الصناعية التي هي تبعد ايضا عن قزوين وهي من ضمن محافظة قزوين طبعا على مسافة 55.5 كيلو متر وخلينا نشوف هذا الانفجار اللي صار والحريق الهائل في الداخل الايراني طبعا يوم امس هذا هو الحريق الذي ترونه امامكم اللي صار في مصنع تابع لاكبر شركة لصناعة السيارات في الداخل الايراني وطبعا هذا الحريق وهذا الانفجار ادى الى مقتل واحد واصابة اثنين باصابات بالغة وكذلك المصادر كلها تتحدث بان هذا المصنع نسف بالكامل احترق بالكامل لم يعد صالحا للعمل او استخدامه من قبل هذه الشركة وطبعا اذا ما ردنا نذهب ونلقي نظرة على طبيعة هذه الشركة من هي هذه الشركة يا ترى الشركة طبعا هي ايران خودورو الايرانية اكبر شركة لصناعة السيارات في ايران كما قلنا وهذه المشكلة بهذه الشركة ليست شركة عادية او شركة مستقلة او شركة حكومية على سبيل المثال لا ابدا بل هي شركة مرتبطة بشكل مباشر بالحرس الثوري الايراني وهذا الامر انكشف من قبل بيزنس واير في عام 2012 واحدة من المصادر التي اكدت بان اي كي سي او اللي هي ايران خودورو مرتبطة بشكل مباشر بالحرس الثوري الايراني وليس هذا فحسب لانه ايضا بالالفين وستعاش تايم ماجازين الامريكية اكدت بشكل واضح بان هذه الشركة طبعا بالالفين وستعاش يعني بعد سنة من عملية ابرام الاتفاقية النووية بين باراك اوباما والنظام الايراني بالالفين وستعاش بدأت الشركات تأتي الى داخل الايراني سموش شراكات وغيرها وفيات كانت واحدة من الشركات التي تريد ترتبط بايران خودورو حضرتهم التايم ماجازين وقالت لهم لا تذهبوا وتتعاملوا مع هذه الشركة لعدة اسباب واحدة منها انه هي مرتبطة بالحرس الثوري الايراني ولديها علاقات مباشرة والتمويل مع الحرس الثوري الايراني جزء من عنده وجزء من الارباح تذهب الى الحرس الثوري بالاضافة الى ذلك ان اسرائيل غير راضية عن هذا الاتفاق النووي اللي ابرم اوباما لذلك ممكن ان تكون هناك استهدافات مباشرة لهذه الشركة وهذا ما حدث كما نراه الان لذلك عندما نربط هذه الخيوط من عام 2016 و2012 وغيرها من المصادر مع الارتباط بالحرس الثوري ان هنا نكون بشكل مباشر وباضح بان اسرائيل فعلا قد تكون خلف هذا الهجوم الكبير هذا الهجوم هو يأتي مع هجمات كثيرة وانفجارات غامضة في الداخل الايراني تزيد من عملية المصعب الاقتصادية اللي تتعاني منها ايران يعني وكالة الصحافة الفرنسية يوم امس اكدت بان حكومة ابراهيم رئيسي الان هي رح تشتغل وستعمل على فرض ضرائب هي تريد تسويها هذه الحكومة طبعا مباشرة على كل من يملك شقة ومنزل انت تملك الان شقة ومنزل بقيمة 384 الف دولار امريكي في الداخل الايراني رح تنفرض عليك ضرائب بدءا من يوم 21-12-2021 والمشكلة انه هذه مو باختيار ابراهيم رئيسي او حكومته لا ابدا بل ان مجلس الشورى الايراني عند اقراره للميزانية الايرانية من شهر 3 الموازنة الايرانية من شهر 3-2021 الى شهر 3-2022 اقروا 10 مليار دولار الى الحكومة لحكومة رئيسي من اجل التصرف بها وجزء من الموضوع ومن هذا القرار هي قضية هذه الضرائب اللي هي طبعا رح توفر 3.8 مليار دولار وبالتالي المهمة الكبيرة جدا بالنسبة للحكومة هنا وللجنة التخطيط الايرانية ان تعمل بشكل مباشر على عملية ضبط هذه الاموان اللي لازم يحصلوه وان ما يكون عملية تهرب ضريبي باي شكل من الاشكال لان هذه حقيقة الموازنة ستتأثر بشكل كبير بالاضافة الى ذلك ان هناك شخصية مهمة جدا من لجنة التخطيط والموازنة الايرانية اللي هو اسمه جعفر قادري اكد بشكل رسمي يوم امس بانه الان العجز لهذه الميزانية الان رح يوصل الى اكثر من 50% يعني شوف الاثر الاقتصادي الهائل على هذه الموازنة الضعيفة تعتبر بالنسبة لدولة مثل ايران بسبب العقوبات التي يتعرضون لها من قبل الولايات المتحدة الامريكية وعدهم مشكلة ايضا يعني ان عملية الانفاق ازدادت عدهم وكذلك الواردات انخفضت فلذلك الوضع الاقتصادي لا يبدو مريحا مع هذه الانفجارات التي هي تؤثر كثيرا على الاقتصاد الايراني بشكل واضح بالاضافة الى ذلك ان كلنا كنا نعتقد ان الايرانيين قريبين من قضية السلاح النووي والقنبلة النووية بحسب التخصيب العالي اللي يمتلكوه لكن ايضا ما كشف يوم امس من قبل هذا الرجل يوسي كوهين رئيس الموساد الاسرائيلي حقيقة السابق الرجل كشف ملفات هو طلع عليها قبل ما يطلع من منصبه من الموساد الاسرائيلي وقال بصريحة العبارة بان قضية وصول ايران الى القنبلة النووية هي بعيدة وبعيدة للغاية ايرانيين بعيدين من الاسلحة النووية والقنابلة النووية بل انه كانت في فترة من الفترات هم اقرب من هذه الفترة هذه الفترة لن يستطيعوا من الوصول باي شكل من الاشكال الى القنبلة النووية بحسب تقاريرهم اللي مجمعيها فبالتالي إيران يعني لا هي التي توصل للقملة النووية ولا هي في وضع اقتصادي مريح وبالتالي هذا قد يرشح عودة سريعة إلى المفاوضات النووية وعودة سريعة للاتفاق النووي بالشروط الأمريكية وكما تفرضها إدارة بايدن ولكن بلومبرغ الأمريكية وجدت بأن لا إيران لديها قوة صح أنهم ضعيفين اقتصاديا ومتأثرين اقتصاديا لكن لديهم قوة اقتصادية بدأت قوة سياسية عفوا بدأت تزداد بشكل عالي بالنسبة للإيرانيين فبالإضافة إلى الأمور الاقتصادية التي فتحوها مع روسيا ومع الصين والميليشيات الموالية لهم حقيقة التي تعمل على مستوى العراق وعلى مستوى سوريا وعلى مستوى لبنان وحتى الحوثيين الذين لا يتعاطون مع السعودين رغم كل الطلبات السعودية الدبلوماسية الكثيرة من أجل التعاطي حول قضية هذه الأزمة التي سعودين يحاولون يحلوها خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية التدريجي من الشرق الأوسط وسحبهم للمنظومات الدفاعية من السعودية فهذا طبعا لبلومبرغ خلت حقيقة عدد من الأطراف وعدد من المصادر مطلعة على المحادثات التي هي تصير بين السعودية وبين إيران كشفوا بأنه الآن من ضمن هذه المحادثات واحدة من الشروط التي وضعت من قبل إيران أنه إحنا يا سعوديين نقدر نساعدكم في قضية الحوثيين ونقنع الحوثيين أن يوقفوا كل هذه الهجمات ونلقي حل الموضوع ولكن دعونا نطبع العلاقات بيننا أي بما معنا نفتح القنصلية الإيرانية في جدة ونفتح القنصلية السعودية كذلك في مشهد الإيرانية وبعد ذلك نوصل إلى حل الأزمة السعودية حقيقة اليمنية وبالتالي الأمور تتوجه بهذا الطريق وبالتالي هذا اعتبرتها لبلومبرغ هي قوة سياسية تمتلكها حقيقة إيران بيدها وممكن أن تستغلها شوف شنو اللي قالت لبلومبرغ هنا رغم العقوبات الأمريكية لا تزال إيران في وضع سياسي أفضل ولديها يد قوية في أي مفاوضات كانت لكن مشكلة هذه المفاوضات بين السعودية وبين إيران هي مرتبطة بقضية مرتبطة بيننا بالعراق وبالانتخابات العراقية صدق أو لا تصدق شوف شنو اللي قالت لبلومبرغ هنا هناك مخاطرة عملية التفاوض مهددة بالتراجع إذا ما أسفرت الانتخابات البرلمانية العراقية عن استبدال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المراهنة على السيد مصطفى الكاظمي أن يتوافقون عليه مرة ثانية ليصبح رئيسا للحكومة العراقية القادمة من أجل الوصول إلى حل سلمي وتطبيع للعلاقات بين إيران والسعودية وبالتالي هي مهددة بحسب وجهة نظر البلومبرغ طبعا السؤال هنا كم سيطول نفس إيران في القضايا والضربات والعقوبات الاقتصادية وفي قضية المفاوضات النووية كلها أسئلة وتساؤلات